نرحب بحضراتكم مرة تانية ومازال حدثنا مستمر عن أتصايد اللا إنساني في قطاع غزة الاحتلال الإسرائيلي حطم الأرقام القياسية في انتهاك الأعراف والمعاهدات الدولية من جرائمه العبارة عن قتل تعذيب إبادة جمعية تهجير قصري سجن المدنيين في فلسطين كمان قصف المستمر لمدة 20 يوم متتالية على غزة واللي أدى لاستشهاد وإصابة ألاف المدنيين اللي بيدفعوا عن أرضهم من ظلم الكيان السهيوني استشهاد أطفال ونساء اللي بيمثلوا أكتر من 60% من الشهداء في قطاع غزة وده طبعا زي ما أنت ذكرت العدد ده العدد المعلن ما زال هناك أطفال وشهداء كثر تحت الأنقاض عشان نعرف تفاصيل أكتر عن انتهاك إسرائيل القوانين والمواثيق والأعراف الدولية على مدار التاريخ واستمراره في قصف المدنيين في فلسطين نرحب في فقرتنا بالدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجمعة القدس يا دكتور صباح الخير على حضرتك صباح الخير يا أنا مسأل بك كيف أن نحضتك منورنا في صباح الخير يا مصر في البداية عزين تعليق من حضرتك عن ما حدث بالأمس يمكن اللي حصل إلى 20 يوم اللي فات وكان شيء واللي حصل إمبارح بيوازي ما حدث خلال 20 يوم الماضية من انتهاكات من قبل قوات الاحتلال يعني بصراحة أنه اليوم بدأنا ندخل في اليوم 22 من هذه الحرب بالأمس بدخلنا المرحلة الثانية كما أطلق عليها وزير الحرب الإسرائيلي قال أننا سنبدأ المرحلة الثانية وستكون أعنب من المرحلة الأولى واضح أننا بالأمس الآن تحدث عن قرابة 16 ساعة غزة خارج الخدمة بشكل كامل لا نستطيع أن نتصل إلا بما ندور على بعض الشبكات الدولية اللي لازالت ولكن عددها محدود جدا في غزة كانت ليلة أمس ليلة دامية كما أشرنا وقفة الاتصال عن غزة تم عملية تعمية كاملة غزة حتى لا يرى العالم الجرام التي ترتكب ضد شعبنا الفلسطيني حسب ما لدينا المعلومات هناك مئات شهداء منذ مساء أمس حتى الآن والأسعاف لا تستطيع أن تصل إليهم في تخوم قطاع غزة في بيت حنون في البريج في الشاطئ على سبيل المثال لوحده هدم منزل به نازحين قرابة 100 شهيد حتى دل لحظة المعلومات الأولية التي تصنب محدودة وكأنها بالقطار نستطيع أن نصل إلى معلومات بين الفين والأخرى هذه الحرب المسعورة التي يصر الاحتلال على استمرارها كما أشرتم نصف الشهداء من الأطفال والبقية طبعا بين النساء والشيوخ وبعض الرجال وبالتالي هذه حرب مصعورة لا تميز بين طفل إمرأة شيخ وهو ينفذ ما يريد لأنه أخذ الضوء الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية عندما يفصل غزة عن العالم هذا أولا لتغضي عن جريبته أبلغ طبعا وكالات الأنباء الأجنبية له لا يستطيع حمايتهم وهم عددهم الآن يتقلص بشكل كبير جدا الصليب الأحمر لم نعد يتصل مع كل وحداته وكان له دور في متابعة الأحداث في غزة الأمم المتحدة تعلن أنها لا تستطيع أن تستمر في ظل هذه الأجواب بالتالي كل هذا الأمر يعطي دلالة أن غزة تتعرض لمذبحة بكل معنى الكلمة كما وصفها رئيس كولومبي أمس وبالتالي نتحدث عن مجازر ترتكب بشكل كامل يمكن من وقاحة الاحتلال وأنا أتابع الإعلام العبري قبل أقل من ساعة قال الاحتلال أشار أنه استمرنا في الحرب البري وتوسعنا فإننا سنزيد من حجم المساعدات التي تصل غزة وكان غزة بحاجة للمساعدات ليس بحاجة لوقف هذه الحرب المسعورة على شعبنا الفلسطيني وبالتالي نرى أن هناك وقاحة من الاحتلال في تنفيذ هذه الحرب وقاحة في استمراره في ذلك وللأسف الشديد هو من يحضو أخضر من الولايات المتحدة الأمريكية من بريطانيا من فرنسا وكانه بالفعل الآن هو لا يقضي على المقاوم وحقيقة الأمر أنه يقضي على الشعب الفلسطيني وأيضا قبل أيضا أقل من ساعة طلب من سكان الشمال مرة أخرى بمغادرته تجاه الجنوب وكان الموشح أو السنفونية في عقل الجانب الإسرائيلي هو إزاحة الفلسطينيين باتجاه مصر لشطب القضية الفلسطينية نحن ندرك أن هذه معركة حاسم بصراحة وأنا أتواصل أبنائه في غزة وأحباتي وأخواتي وأصدقات غزة ندرك أن هذه معركة حاسمة نحن لاجئين من عام 48 لن نعيد هذا المشهد مرة أخرى إما أن نعيش هذه المرة أحرارا أو نموت كراما لكن أن نعود مرة أخرى للهجرة ومرحلة تيه مرة أخرى إن كانت في سين أو في بلد تاني هذا مرفوض نحن سنستمر في غزة وقصفت المنازل الأمس وحتى فجر اليوم على سكان الشمال ولم يتركوها لذلك أقول لكم أن عدد الشهداء في الشمال كبير الأسعاف لا تستطيع أن تصلوا للأسف الشديد وبالتالي ليس لدينا شواء التضرع للرب يعني أن يستطيع أن ينقض ما يمكن من شعبنا الفلسطين يا ربنا ألطف بيهم بإذن الله الحقيقة زي ما حضرتك تحدثت عن التعتيم الكامل اللي ما يحدث فيه قطاع غزة تحديدا منذ أمس وبدء الاجتياح البري لقطاع غزة عايزة أعرف من حضرتك مبدئيا نحن حتى لا نستطيع أن تخيل كيف ستكون غزة وكيف سيكون المشهد عند معاودة لاتصال مرة أخرى بقطاع غزة هل هناك قلق كمان متزايد على حياة الصحفيين كمان اللي موجودين هناك فيه قطاع غزة هل فيه قلق من أنه يكون فيه استهداف بالأخص للصحفيين في غزة أنهم كانوا الحقيقة يعني دائما ما كانوا يبقوا عين على ما يحدث في قطاع غزة وطول الوقت حتى إحنا متابعين كلنا متابعين جيدين جدا ليهم حتى على مواقع التواصل الاجتماعي برؤية حضرتك كيف سنجد غزة بعد عودة الاتصال بقطاع غزة يعني أتمنى أن لا يطول فترة القطاع غزة على الاتصال وبنتحدث عن حتى دلللحظة 24 صحف استشهدوا في هذه الأحداث والصحفيين بالنسبة للاحتلال المستدفين مثلهم مثل أي مقاتل وليس مواطن عادي لأنه بالنسبة لهم هذا مقاتل في الميدان ينقل جرائم الاحتلال وبالتالي هو يريد أن ينهي وجود أي إعلام في غزة يريد أن يحدث حال التعمية كاملة حتى لا ترى الناس حقيقة جرائم التي تحدث في غزة نحن ما نخشى يمكن كثيرون منهم يعيشون خارج غزة وأهلهم في غزة يقولوا الاتصال قطع في غزة هل سنعيد الاتصال في غزة ونجد من أحبتنا لا زالوا أحياء هذا الأمر يعطي دلال على حجم المجهول الذي ينتظر غزة عندما أنت لا تستطيع أن تطمن يومياً تطمئن على أحبتك وأهلك الذين يقصفوا بشكل كامل تضمت جراحهم حتى بالكلمة هذا كله الآن انقطعهم الآن يواجهون مصيرهم لوحدهم كل هذا الأمر يعطي دلال على أنه حتى لو عاد الاتصال ووقفت هذه الحرب غزة دمرة أختي الكريم أخي الكريم وكل سادة المشاهدين غزة عيدت كما قال غالنت في اليوم الأول وزير الحرب سنعيدة خمسين عاماً لوراء غزة الآن عادت خمسين عاماً إلى الوراء بنى تحتية دمرة شوارع مؤسسات جامعات مدارس بنية على مستشفيات بالتأكيد ومخطط حتى في ذكر المستشفيات أمس كان التحريط على مستشفى الشفاء وكان تحته أنفاق وطبعاً وصوريخ هذا تجهيزة لعملية قصف مستشفى الشفاء حتى يبرروا هذه العملية إذا فعلوها يعني بتتواصل مع الأهل والأصدقاء الوضع هناك عمل إزاي؟ الوضع المعيشي هناك عمل إزاي على الأقل خلال الفترة دي؟ لا الوضع صعب الوضع صعب عندما اتحدث أنه مليون وستمئة ألف نسمة تركوا منازلهم يعني من بقى في منازلهم لا يتجاوز طبعاً ستمئة إلى سبعمئة ألف وليس كما أيضاً في منزل عادي هو يكون في المنزل تعيش أسرة بدلاً من هي خمسمية مية في منزل واحد يكون نتيجة أنه يتجمع في مكان يعتبرون أنه أكثر أماناً فيقصف فنجد نسبة الشهداء يكون رقم كبير على سبيل المثال في عائلة صارب في رفع كانوا تجمعت العائلة كلها في مكان واحد أو عائلة العيدة أو غيره في عائلات كثيرة وانت تتحدث تجد أن أكثر من سبعين عائلة شطبت بشكل كامل من السجل المدى لأنه قصفت وكانت الأب والأم والجد والأحفاد جميعهم في مكان واحد فقتلوا جميعاً هذا نتيجة طبعاً التي تمت عملية بمثابة أماكن إيواء لا توجد مقومات حياة أنا تواصل مع أهدنا هناك في يوم الأيام عندما يقضي يومه كامل بواحدة تمر وشوية ماء أو رغيف عيش بالكاد ورغيف العيش الصغير المأساة تزداد نتيجة أيضاً غزة مثلها أقل من أي دولة ليست لديها مخزون استراتيجي للدقيقة على سبيل المثال وبالتالي مخزونها كان على مدار أربع خمس أيام فقط وينتهي وبذلك كانت المكينة مكينة الإدخال من الغداء الذي كان في المعابر التجارية عبر الجانب الإسرائيلي أو الجانب المصري هي يومياً تدخل شاحنات الغداء عندما يتوقف على مدار 20 يوم هذا يعني أنه نتحدث عن أقل تخدير 20 في 200 يتحدث عن أكثر من 4000 شاحنة كان دخلت في هذا الفترة لم تدخل كل ما تم إدخاله 84 يمكن من الأشياء المحزنة أنه طلبنا أكفان يعني نحن طلبنا شاحنات بالأكفان لأنه لم يعود لدينا كماش أبيض لنكفن به شهدانا وهذا بعتدلالة على أنه حتى لم يعود هناك مكان حتى في الثلاجات ثلاجات الموتة بالضبط بالضبط أختي الكريمة نحن حتى دللحظة أكرمنا أكثر من 150 شهيد في مقبرة جمعية نتيجة عدم المقدرة أولاً على وجود أماكن في الثلاجات عدم التعرف على هواء الشهدان لأنه قتلت العائلة بأكمل لمن يستلم الشهدان الذين قتلوا بأكملهم فيضطر الشعب الفلسطيني أن نقوم بإنشاء مقبرة جمعية الحالة بمثابة هولوكوست الذي يدعى عنه الاحتلال في القرن الـ 21 بكل وقاحة نجد العالم الغربي يدافع عن هذه الجرامة التي ارتكبها الاحتلال أنا أقول لك شيء بسيط يغزي يعني الوضع أصعب مما أوصفه بكثير لأنه لا أستطيع أن أصف ما أستقبله في أدني لأنه حتى الاتصال فيديو لا يستطيع أن نجريه نتيجة أصلا محدودية الاتصال قبل أن يقطع الاتصال بشكل كامل عندما يكون في مدرسة يعني يتم تجميع بها ما يقارب 20 و30 ألف والمكان الذي يقضي حاجته فقط 3 أربع حمامات يعني حتى يقضي حاجته يحتاج 6-7 ساعات في طبور طويل حتى يسلم بعض الغذاء الذي يجطها في المكان أو بعض العيش أيضا يحتاج 6-7 ساعات يعني قضى يغمه بمكملة إما أن يذهب إلى الحمام أو أن يقضي بعض الأكل للأسرة فبالك عندما تكون الأسرة الكبيرة بالطبع عندما تكون الأسرة الكبيرة فهذا الجزء من مأساة تحدث هذه الجريمة أمام مشهد العالم قبل أن تقطع عن غزة وفي ظل صم الدولي قاتل ده حتى إن وجد زي ما حضرتك تحدثت وياديته حتى يعني قاعد فيه قاعد سالم حتى أو حتى يعني يعني مطمئن لوضع كمان دقائق مش هنقول بقى كمان ساعة يعني كل هذه الظروف في ظل كمان وضع يعني إحنا بنشوف أي عقل ممكن يستوعب أم بتكتب على جسد أولادها أسميهم وهم أحياء عشان لو لا قدر الله حصل حاجة يدروا حتى يكتموا مع بعض فيه حتى يتعرفوا عليهم يعرفوا أنه بالفعل هذا ابني أنه بعض يتشوه بشكل كامل تجد القصف دكتور حضرتك تحدثت عن أنك متابعة جيد لما تنقلوا القنوات الإسرائيلية آخر ما نقلته القنوات الإسرائيلية عن ما يحدث في غزة يعني بداية من ليلة أمس كان الحديث عن بدء الحرب البرية ثم لاحقا قالوا نحن لم نبدأ الحرب البرية ثم فيه تصريح غريب لناطق باسم جيش الاحتلال قال أن غزة ستشهد قصف جوي لم تشهده لا غزة ولا لبنان من قبل وهذا القصف الجوي سيكون يغطي عملية الاختحام البري وجنودنا سيكونوا محميين خلال اختحامهم لقطاع غزة هذا يعطي دلال أنه حجم القصف الذي كان بالأمس والمرحلة الثانية من الدخول الإعلام العبري تارة يقول بدأنا الحرب البرية تارة يقول نحن لم نبدأ الحرب البرية ولكن حقيقة الأمر أنه بدأ الحرب البرية لكنه فشل مصر وجدوا شدة في المقاومة تقخروا جزء ولكنهم يريدوا أن يتموضع في مناطق محددة في غزة الكنال الأعنب في شمال غزة في منطقة بيت حنون وتمكنوا من دخول عدة أمتار لكن لم يدخلوا مئات الأمتار وكذلك في البرية وجدوا مقاومة صلبة هذا الأمر قد يتكرر اليوم في مناطق أخرى في غزة في رفع في خنيونس لكن هذه محاولات منه للدخول إلى عمق غزة ويدرك أنه في اللحظة التي سيدخل بها على عمق غزة ستبدأ المواجهة أيضا بينه وبين المقاومة في حرب طبعا شوارع الإعلام العبري تحدث أنه تمكننا من استداف قناصة تمكننا من استداف فوهات يخرج منها المقاتلين تمكننا من ضرب مراكز التحكم بالسواريخ كما أدعى طبعا وبالتالي كسرنا في الضربة الأولى جزء من المقاومة هو يدعى ذلك المقاومة ترد علي لأنه لا يوجد إعلام إلى الإعلام العبري بعد ما نستطيع أن نصل له أننا نكبدنا لإحتلال خسائر لدينا طبعا جنود أسرى جدود تمكننا باستخدام الكورنيت إعطاب الكثير وتفشير الكثير من الدبابات حتى هذه اللحظة لم تصلنا صور بصراحة لكن خلينا متفقين يا فندم أنه الإعلام الإسرائيلي ما بيعزز شي كلام وبصور لكن في المقابل المقاومة بتعزز هذا الكلام بفيديوهات بالضبط حتى الآن لم يصلنا شيء منذ أمس حتى الآن لم يصلنا شيء إلا صورة واحدة لقصف الشاطئ وبالتالي طبعا الشاطئ اللي تحدثنا عنه منزل واحدة اللي استشهد فيه مائة شهيد على الأقل لكن تفاصيل ذلك لم نستطيع حتى الإعلام الموجود لم يستطيع حتى لحظة أن ينشر صور ما حدث طبعا بلعبس قد ينشره خلال الساعات القادمة من يتمكن من تصوير ذلك خاصة أنه أيضا الإعلام يعني شبه توقف من نقل ما يستطيع لأن الشبكات بالعادة شبكات مسيطرة عليها إسرائيليا إلا بعض الشبكات الدولية كما أشرنا وعددها محدودة الذي يعمل فيه طيب دكتور أين ما تفعله قوات الاحتلال من المواثيق والأعراف الدولية له الاحتلال تجاوز كل الأعراف الدولية يعني عندما نرى مجلس الأمن يخرج عن الخدمة عندما نرى مجلس الأمن لا يستطيع أصدار قرار الوقف هذه الحرب قرار الجمعية العامة أمس طبعا عقدة تحت متحدون من أجل السلام ويحمل القرار إذا حصل على ثلاثين يعني قوة قرار مجلس الأمن فيذهب بذلك المجلس الأمن للتنفيذ ويصبح ملزما مجلس الأمن مشل فلا يستطيع أن يفعل شيء هو خارج الخدمة الاحتلال بعد قرار الجمعية العامة أمس رأيناه يهاجم الجمعية العامة ويهاجم كل مسات الدولية التي شرعنا منها ولولا قرار واحد تماني واحدة الذي شرع عن الاحتلال هذا الاحتلال لم يكن أصلا شرعي حتى الانتداب البريطاني الذي جاء لفلسطين ووعد وعد بالفر بدون أن يكون له شرعية دولية ولكن قرار التقسيم هو أعطاه هذه الشرعية ورغم كل ذلك اللي شرعا كيانيته قرار التقسيم هو يضرب بعرض الحاط كل القرارات الدولية لا يلتزم بالاتفاقية جينيف ولا يلتزم بقرارات الجمعية العامة لدينا أكثر من 230 قرار أو 240 قرار من جمعية عامة لدينا أكثر من 86 قرار من مجلس الأمن وكل ذلك يضرب بعرض الحاط هذه دولة خارج عن القانون وتحميها الدولة الباطشة في العالم أكبر هي الولايات المتحدة الأمريكية ورأينا أسطول الدعم العسكري المتواصل من البيت الأبيض إلى تلبيب رأينا من وقاحة بريطانيا التي سببت مأساتنا رئيس وزراء بريطانيا سوناك يأتي بشحن عسكري وهو علامتنها وينزل ممتشقا أنه أنا جئت لكم بسلاح لتقتل الأبرياء في غز وأنتم سبب مأساتنا هل هذا لأنه العالم بشكل عام الذي يدعم الشعب الفلسطيني هو عالم ضعيف لذلك يتواقح ولا أناتو غزة المنطقة التي لا تكاد أن ترى على قارطة العالم أصبح الدولة عظمى نرى سفن بريطانية سفن أمريكية سلاح فرنسي سلاح ألماني كل ذلك يحارب في غزة طائرات طائرات بتأكيد ناقلتين أربع ناقلات طائرات كل ناقل عليها تسعين إلى مائة طائرة موجودة في البحر المتوسط وكأنه بالفعل الناتو يحارب غزة هذه الإجرام وهذا الموقف من الناتو بشكل كبير جدا وعالم صامت حتى العالم الدولي بغض النظر عن الشعوب التي تحركت ونعتقد أن الشعوب تحركت نتيجة ما شاهدته من مشاهد رغم أمس كندا مصر على ما قامت به من دعاية إسرائيل في اليوم الأول الاحتلال تحدث قطعوا رقاب أطفال بقر وبطول نساء وكل ذلك كنا نتحدثهم أن يأتوا بصورة رغم كل ذلك هذه الرواية أصبحت لاصقة في عقول قيادات في العالم الذي يدعم الاحتلال لذلك أمس كندا في مشروحها تحدثت بنفس السياق وفي اجتماع مجلس الأمن أيضا تحدثوا بنفس السياق وكانوا لازالت هذه أو هذه الإشاعة أصبحت راسقة في عقوله رغم تحركوا الشعوب فرنسا منعت المظاهرات خرجت الشعوب رغم عنهم في بريطانيا خرجت الشعوب رغم عنهم في كل العالم رفعوا قضية لإلغاء قرار منع المظاهرات بالضبط الذي أصدره وزير العدل الفرنسي لكن نتحدث أنه طبعا الشعوب العربية هذا واجبها باتجاه الشعب الفلسطينينا نحن نجوز من من هذه الأمة وأحلامنا أحلامهم ومستقبلنا مستقبلهم لكن عندما يتحرك في دول الغرب بحجم هذه المظاهرات أنا أعتقد هذا مرحل عادة الوعي لجماهير العالم اللي ستضغط على الشعوب على قياداتها وقياداتها الأسفية مرتهنة حتى أوروبا كلها مرتهنة للأسف اليوم بقرار الولايات المتحدة الأمريكية دكتور أيمن عقب أحداث 7 أكتوبر هل كان متوقع هذا رد الفعل العنيف والهمجي واللا إنساني من قبل الكيان الإسرائيلي هل كان متوقع من قبل سكان قطاع غزة وإيه السيناريوهات المتوقعة يعني كيف تقرأ المشهد القادم في قطاع غزة يعني أولا يوم 7 أكتوبر هو يوم كان يوم حاسم يوم تاريخي بغد النظر عن حجم التضحيات اللي بنتفحها حتى اللحظة الاحتلال كان يدرك طبعا أنما حدث بالنسبة له حدث جلل هذه الهزيمة لا تقل عن هزيمة أكتوبر 73 وهي كانت محكاة على فكرة صحيح لحرب أكتوبر 73 اختيار خط برليف اجتياز خط برليف اتا التاريخ اه في جدار الفصل العنصر والسمارت بورد وعلى فكرة السمارت بورد هذا الموجود كان على غزة قبل أن يجازه هو طبعا جدار ذكي عمقه في الأرض 25 متر عمقه فوق الأرض 10 متر به 22 وحدة مراقبة تعمل على الـ 24 ساعة وحدة المراقبة تتغير كل 4 ساعات يعني من يراقب على الشاشة يتم تغييره كل 4 ساعات به طبعا رشاشات آلية كل من تعمل آلية لو اخترب طبعا إلى مسافة محددة أي جسم غريب حتى لو طار كانت تطلق عليه الرصاص لديه طبعا اندارات مبكرة رغم كل ذلك تمكنت مقاومة بإمكانيات بسيطة أن تهدم هذا اللي كانت تتباه به احتلال الإسرائيل على طول 52 كم غزة شرقا وشمالا يتحدثوا عنه وهدموا الآن الاحتلال لا أحد يتوقع في شعب الفلسطين يعني لا أحد كان يتوقع العملية بصراحة فلا أحد كان يتوقع إجرام الاحتلال بهذه الصورة وهذه الوحشية بشكل كامل حتى الإسرائيليين نفسهم يعني جزء منهم مصدومين من وحشية الاحتلال الآن ضد المدنيين لأنه الآن لا يستهدف كما دعا المقاوم وبالتالي كل الجرائم التي الآن تنفذ شعبنا الفلسطيني لا أحد كان يتوقعها بهذه البشاعة بهذه القوة بهذا الإجرام غزة كما أشرنا تهدم بشكل كامل غزة تدمر الإنسان يقتل بها وبالتالي رؤية بشكل عام الاحتلال هو أن يستمر في هذا الأمر عسى أن يحقق ما يحلم به يعني عندما يتحدث نتنيها أول أمس بأن هذا الحرب تحقق نبوة إشعية وتعودي إلى الأصفار المختلفة لا أريد أن تحدث في الشقة المصر لكن تعودي في الأصفار المختلفة يريد أن يعود إلى بناء إسرائيل الكبرى مرة أخرى والرب الآن الرب يتجلل ويحارب الظلم أو النور يحارب الظلام يعني شيء أعتقد أنه أصبح من الخرافات ويتحدثون أن هذا الرابط هو استعداد إلى معركة هيرو مجدون يعود مرة أخرى إلى خرافات دينية في اتجاهات لا يعني الآن في واقع بشكل طبيعي أنت تقتل أطفال أنت تحارب من تحارب أطفال وشيخ نساء تستدعي الجانب الديني لتستعطف من الولايات المتحدة الأمريكية هم مؤيدينك من الصهيونية الدينية في العالم المنتشرين عفوا الصهيونية المنتشرين في العالم من الإنجليين ولا تستعطف اليهود المتدينين لديك يعني الحديث عن نبوة الشعية هو استعطاف جديد لحرب ويريد أن يحولها إلى حرب دينية في كل العالم العربي نقول أنه أنه هذه اعتداءات ضد الشعب الفلسطيني لا أرى أحد في العالم العربي ولا في العالم الإسلامي حتى منظمة التعاون الإسلامي لم تقول أن هذه حرب دينية إلا أن يتنياه مصر أن هذه حرب دينية وهذا الأمر حتى تصريحاته رغم كل الظروف هي في النهاية لا تخدمه يعني هو يريد أن يطيل أمد الحرب أن يصل للحظة حاسمة يهرب من محاكمته وكل ملفاته بعيدا عن ملفات الفساد الآن بعد هذا الأمر هو يعني انتهى سياسيا ويدرك أنه بعد أن تطع الحرب أوزارة هو انتهى سياسيا نحن بمشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور أيمن راقب أستاذ العلومة السياسية بجامعة القدس شرفتان شكرا شكرا لحضرتك